اوديو لابي شارك المعرفة من الموظفين ضاقوا من استنزاف الوظيفة لهم واصبحوا يتطلعون الى الانطلاق في رحاب العمل الحر في تقرير لموقع ساسا بوست قدم خمسة عشر نصيحة تسهل عليهم خطواتهم الاولى وتجنبهم المشكلات اولا اترك وظيفتك بحذر الاشهر الاولى من العمل الحر غالبا ما تكون مليئة بالمتاعب لذلك قبل ان تستقيل من وظيفتك هناك امور عليك فعلها مثل ان تؤمن نفسك ماديا بالدخار ما يكفيك من المال حتى لا تواجه مأزق الاقتراض وسيكون من الجيد لو تواصلت مع شبكة معارفك واخبرتهم بانك ستتجه الى العمل الحر فربما يصلونك ببعض العملاء ثانيا اقترب ممن سبقوك انت لست الشخص الاول على طريق العمل الحر هناك الكثير ممن سبقوك اعمل على خلق فرص تعرفك عليهم بطرق مختلفة مثل حضور الفعاليات التي يهتمون بها او المشاركة في مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم فتجاربهم ستساعدك ان تتجنب الاخطاء المعتادة في البدايات ثالثا ابتعد عن المحبطين من المتوقع ان تجد بعض افراد عائلتك او اصدقائك غير مقتنعين باسلوب عملك كمستقل لا تستنزف طاقتك في النقاش معهم واذا حدث واستدرجك احدهم الى النقاش فاخبره بانك مؤمن تماما بان ما تفعله عمل عظيم تجد سعادتك فيه واقطع خيوط الاسترسال معه في الحديث رابعا مكتبك في المنزل اذا تجنب هذه الاخطاء يلجأ الكثيرون من اصحاب العمل الحر الى العمل من المنزل ولكنهم يقعون في بعض الاخطاء التي تقلل انتاجيتهم مثل عدم اختيار المكان المناسب الذي يجب ان يكون بعيدا عن الهاتف والتلفاز ايضا من المهم اخبار العائلة بساعات عمل محددة في اليوم لن تكون متاحا فيها لقضاء الاعمال المنزلية او استقبال الضيوف وبين الحين والاخر سيكون من الضروري ان تخرج للعمل بعض الوقت في المكتب او المقهى فذلك سيزيد من ابداعك ويجدد طاقتك خامسا اقتصد قدر الامكان السيارة الفارهة وجوالات تسوق التي تكلفك الكثير وغير ذلك من الاشياء والعالي اذا ما التسقت بها ورفضت تنازل عنها في بداية طريق العمل الحر فلن تصمد كثيرا مطلوب منك ان تمارس فن الاقتصاد بالحرس على كل مبلغ ومراجعة بنود مصروفاتك والاستغناء عن غير الضروري منها سادسا المهارات تجلب لك الادوات يلجأ بعض المبتديين في العمل الحر الى تعجيز انفسهم بربط نجاحهم بحصولهم على ادوات معينة ربما لا يستطيعون شراءها ويظنون انهم بحصولهم على هذه الادوات ستتضاعف انتاجيتهم ولكن الافضل هو التركيز على تطوير المهارات وهي ستعود عليك بالمال الذي يمكنك من تحديث ادواتك سابعا لا تقلق من الرفض يخاف بعض المبتديين في العمل الحر من شبح الرفض الذي يواجههم اثناء تقديمهم لعروض خدماتهم دعني اقول لك ان نسبة امكانية حدوث ذلك في البداية مرتفعة وعليك ان تتقبل ان هذا جزء من حقيقة الحياة ولا ينتقس منك ثامنا تعامل بمنتهى الجدية طريقة تعاملك مع العمل الحر ستحدد ما ستصير عليه في المستقبل فاذا ما كنت تتعامل معه باستهتار فلن تحقق اي نجاح يذكر وفي نهاية المطاف ستعود من حيث اتيت لكن اذا ما نظرت اليه على انه عمل لا يقل اهمية عن اي عمل اخر وحددت له ساعات ثابتة التزمت بها فحينها سيختلف الامر تاسعا استهدف عملاك في البداية سيكون من الطبيعي ان لا تقبل الشركة والمؤسسات الكبرى التعاون معك لذلك لا تضيع وقتك في الاسرار على التعامل معهم وقم بتركيز على المؤسسات الصغرى حيث احتمالية اسندها لك بعض الاعمال ستكون اكبر عاشرا قدم عينات مجانية العمل على تنويع اساليب التسويق التي تتبعها سيساهم بشكل فعال في زيادة عدد عملائك على سبيل المثال يمكنك بين الوقت والاخر تقديم بعض الاعمال المجانية على موقعك فلو كنت تعمل مصمما لماذا لا تقوم بترحي بعض القوائم المجانية والتي ستأتي اليك بالمزيد من الزوار والعملاء الجدد احدى عشر حدد سعرك قد تظن ان وضعك للسعر الاقل يأتي اليك بالمزيد من العملاء هذا ليس بصحيح حيث ان السر يكمن في جودة عملك ومدى التزامك به اما المقابل المادي فقم بتحديد سعر مناسب لنفسك بناء على مستوى المنتج الذي تقدمه ومعاير اخرى مثل عدد ساعات العمل وحجم مصروفاتك اثنى عشر حفز نفسك في عالم العمل الحر غالبا لن تخظى بدعم مستمر من عملائك دعني اخبرك ايضا انه في بعض الاوقات ستشعر بالحيرة من عدم وجود فكرة مكتملة لديك عما تقوم بعمله الحل في مقاومة هذا الشعور هو عن طريق انجاز ما تستطيع انجازه واذا ما ظهرت لك بعض الاخطاء تدرب على حلها ثلاثة عشر لا تقبل جميع العروض ربما تقع في حيرة عندما يقدم لك اكثر من عرض مغر في وقت واحد هنا احذر ان تقع في فخ قبول جميع العروض على اعتبار انك ستضغط وقتك فهذا بالتدريج سيفقدك سمعاتك الحسنة حيث ان اقتناص جميع الفرص يحد من جودة المنتج الذي تقدمه اربعة عشر اعترث باخطائك قد تبدأ في تنفيذ مهمة عمل ومن ثم تكتشف ان ما قمت به غير مثمر لن تكون هناك اي فائدة من التمادي لاجل اثبات ذاتك الافضل ان تتراجع وتتعرف على ما ادى الى وقوعك في هذا الخطأ حتى لا تعود الى نفس النقطة في المستقبل خمسة عشر لا تتوقف مهما زادت مهارتك لا تتوقف فلا يعني اتقانك لبعض البرامج والادوات التي تحتاجها انك اصبحت افضل من في سوق العمل عود نفسك على ان تعمل دائما على تطوير وتنوع مهاراتك وتذكر ان التعليم ليس له نهاية احصل الان على خزمتك الكاملة من برمج عقلك على النجاح توكيدات ايجابية صوتية قبل النوم لبرمجة عقلك الباطن رابط شراء في مربع الوصف ترجمة نانسي قنقر 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 استمع الى اروع المقالات والملفات الصوتية وحملها مشانا عبر موقعنا اوديولابي شارك المعرفة